اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذا المجلس المبارك مجلس من مجالس العلم ومجلس من مجالس رياض الجنة إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا هي حلق الذكر ومجالس العلم من حلق الذكر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حق العلماء العلماء ورثت إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر وهذه الوراثة هي الوراثة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو الكنز وهو العطية الكبرى لجميع البشرية وليس للمسلمين فقط ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل مسلم منه نصيب هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكر والذين يرثونه العلماء فقط لا يرث النبي كل واحد يستطيع كل واحد منه أن يرث النبي طالب العلم يرث النبي بطلبه للعلم والباب مفتوح الفلاح في مزرعته يستطيع أن يكون وارثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسن أخلاقه يكون وارثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم برحمته لأولاده يكون وارثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكل شخص يعني صاحب المال يكون وارثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في سخائه وكرمه الأم في بيتها المرأة في بيتها تكون وارثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسن تبعولها لزوجها جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتسأله يا رسول الله الرجال يجاهدون ونحن ما نجاهد يجاهدون فيقتلون أو يقتلون وينالون الشهادة فقال لها اذهبي إلى نساء قومك وقول لهم إن حسن تبعول المرأة لزوجها يعدل ذلك كله هنا الوراثة الوراثة مفتوحة لكل شخص من الأشخاص للفلاح والتاجر والصغير والكبير والمرأة وللعالم ولغير العالم فما علينا إلا أن نبحث عن مكان الوراثة نرث النبي منين وكل واحد له اتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعظم اتصال هو الاهتصال بالإسلام شهدته أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم تأتي بقية الوراثات طيب قال أنا أريد أن أرث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأكون من الحبايب من آل البيت ممكن؟ نعم ممكن يختار الله بعضا من الناس ليكونوا من آل البيت ويستطيع أي شخص مننا يكون من أهل البيت كيف يكون من أهل البيت بحبه إياهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلمان من أهل البيت سلمان من أهل البيت سلمان من أهل البيت بحبه إياهم وآله وسلم من أهل البيت بحبه إياهم وآله وسلم أهل البيت بحبه إياهم ونفرح إياهم والثمات إياً للمنا وليس يتعلق الإلوحي مقدومي وبركات كنت المصحور جدا وإن أنطلاف أن يكون السلم يمكن أن يكون ولم يكن بغير عليهم أصلاف ومع أصلاف بغير يمكن أن يكون يعني بغير من لاحظه Ada seorang petani Bisa mengambil daripada ilmu Yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Dengan cara apa? Dengan cara akhlaknya Dengan cara muamalah kepada keluarganya Dengan sikap sopan santunya kepada keluarganya Ada juga seorang ibu Diceritakan oleh beliau Yang mana tak kalah seorang ibu Ingin memiliki daripada ilmu Yang diwariskan daripada baginda Nabi Muhammad SAW Lalu Seorang ibu ini menghadap kepada baginda Nabi Muhammad SAW Ya Rasulullah Kami tidak diperkenalkan untuk berjihad Kami juga tidak bisa ikut berperang Sebagaimana kaum lelaki Lalu baginda Nabi Muhammad SAW Memerintahkan kepada seorang perempuan ini Hendaklah engkau berkhidmah Hendaklah engkau berbuat baik kepada keluarganya Maka itu termasuk daripada ilmu Yang engkau ambil daripada baginda Nabi Dan itu juga merupakan sebuah kebaikan Atau sebuah bakti engkau kepada baginda Nabi Muhammad SAW Dan kepada Allah SWT Lalu Nabi Muhammad SAW juga mengatakan Hendaknya bagi seorang Yang ingin mengambil daripada bagian tersebut Hendaknya dia memantaskan dirinya Hendaknya dia memantaskan Apa yang ia ambil Yaitu Mengambil yang mana yang pantas atau baik bagi dia Bukan hanya karena sebagaimana manusia Kita semuanya tidak bisa mengambil semua ilmu tersebut Tetapi bagi kita hendaknya Mengambil sesuai porsi yang bisa kita ambil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan juga diceritakan bahwasannya Tak kalah seseorang yang ingin mengambil daripada bagian ilmu ini Tadi disambungkan juga Bahwa ketika seorang bertanya Kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Mata Sa'ah Kapan ya hari kiamat itu terjadi? Lalu Rasulullah SAW menjawab Hendak apa engkau dengan pertanyaan tersebut? Maka Nabi SAW melanjutkan Engkau akan dibangkitkan Di hari kiamat bersama apa yang engkau cintai Seandainya engkau mencintai Ahlul Bayt Maka engkau akan dibangkitkan bersama mereka Seandainya engkau mencintai Ahlul Ilmu Maka engkau akan dibangkitkan bersama Ahlul Ilmu Begitu juga seandainya seseorang Seseorang cinta Atau mencintai Daripada orang Ahlul Ilmi Maka beliau akan dibangkitkan juga bersama Ahlul Ilmu Fahad al-Babu mfetuh Maka al-Sedna Belfقيh Faliyah yuktasub bithi an-sab Wala bi-ahli al jiddi Wala bi-ahli al-Aksab Belfayd fadlimun'im Wahaab Fihihi nisai yu'samna kal-rijali Arjali Walnisai yu'samna fihihi Al-Had din soa Wala Yuktasub bithi Bifulana Wala 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 سيجد منه باب الميراث مفتوح ولا نهتم فلان يعرف أو لا يعرف إذا فلان ورث من والده شيئا من المال هل يهتم النس عرفه أو لم يعرفه لا يهتم بهذا المهم أنه يرث ويحصل ونحن كذلك نبحث عن أماكن الويراثة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونسعى في الحصول على الويراثة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف فلان أم لم يعرف ونحن كذلك 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 ونحن كذلك